موسيقى مساء الخير في هذه الليلة من هذا اليوم كنتم تنتظرون النائب البريطاني جورج جالوي لتقديم حلقة جديدة من برنامج كلمة حرة ما كانت الميادين لتتقاعص عن تسجيل حلقة ولا توانى صاحب البرنامج عن المجيء إلى لبنان لتصويرها إنما ما حدث بكل بساطة هو التالي قام أحدهم بدرب النائب البريطاني جورج جالوي في وطح النهار على الطريق في لندن هذا الرجل المعتدي لا تعجبه على ما يبدو منصرة جالوي للقضية الفلسطينية ولا يروقه انحيازه لشعب تقتله إسرائيل عمدا واستفزته خطوة جالوي بإعلان مدينة براتفورد البريطانية خالية من إسرائيل إذن صاحب الكلمة الحرة دفع ثمن كلمته فأن تؤيد القضية الفلسطينية وتعاد إسرائيل في بلد أوروبي ما زالت ورقة المحرقة النازية ترفع كلما تحدث أحد عن جرائم الدولة العبرية فأقله ستكون معرضا للملاحقة والضرب والاتهامات وعلى رأسها معادات السامية إلا أن جورج جالوي النائب البريطاني ومقدم هذا البرنامج كلمة حرة متمسك برأيه صوته حر عبر هواء الميادين ولا يصمت على رغم من كل شيء يطل علينا اليوم من لندن ليخبر عن ما تعرض له ويتحدث عن غزة والإرهاب وما تعيشه منطقتنا وسيتلقى أيضا اتصالات متضاملة معه من عدد من الشخصيات العربية ستتعرفون عليها في سياق هذه الحلقة مساء الخير وأهلا بك سيد جورج جالوي في الميادين في برنامجك هذا هو البرنامج ونحن ضيوفك والكلمة الأولى بالطبع ستكون لك تفضل حسرا شكرا جزيلا لكم لانا شكرا على هذه المقدمة الجميلة جدا وهذا ملخص وأرجو منكم أن تتقبلوا اعتذاري اعتذاري لكم وللزملاء في قناة الميادين وللمشاهدين كوني لا أستطيع أن أكون في بيروت لتقدمت البرنامج بنفسي كالمعتاد وذلك لأنني لا أستطيع السفر إنني أعاني من ألم ألم كبير وأتمنى أن أكمل هذا البرنامج دون أن أرفع صوتي وأصرخ من شدة الألم وهذا يحدث بعض الأحيان وذلك بسبب الإصابات التي تلقيتها أنا أتحدث معكم من لندن البارلمان خلفي ومن المفترض أن يكون البارلمان منارة للديمقراطية وكذلك لحرية التعبير وأيضا لتفوق الكلام تفوق القلام على الصيوف وأيضا تفوق النقاش على العنف هذا على الأقل ما قاله الفلاسفة فلاسفة الدستور ولكنني وجدت في لندن خلال الأيام القليلة الماضية وجدت أن الواقع والحقيقة ليست كذلك وكما قلت لانا في المقدمة أنا كنت في الشارع في وسط لندن بوضح النهار ومكان مزدحم وأغلب السكان هم من المغاربة وأنا أفتخر أنني أنتمي أنني أنتمي إلى هذا المجتمع وبالواقع نعم كنت أقف مع شخصين ينتميين إلى المجتمع المغربي وطلوا مني أن أطلق صورة معهم وأحدهم كان سيعود إلى المغرب وأراد أن يظهر هذه الصورة في أحد المقاهي وعندما كنت أقوم بذلك عندما كانت تلتقط الصورة تم الاعتداء علي بطريقة وحشية جدا من قبل صهيوني متعصب كان يرتدي كان يرتدي أيضا زي يشير إلى IDF أي قوات الدفاع الإسرائيلية وقام بلكمي عدة مرات وأيضا دفعني إلى الأرض وركلني ولو لم يقفه الآخرون لكان قتلني أيضا كان بوضع غضب في حالة غضب شديدة وفي الصباح الباكر على الفيسبوك قد كتب أنه يريد قطع عنقي ولذلك أعتقد أنني محظوظة الحمد لله لم أقتل والحمد لله أيضا لدي العديد من الأطفال الصغار لم يكونوا معي ولم يضطروا أيضا إلى مشاهدة هذا الهجوم الوحشي على والدهم والرجل كان أصغر مني سنا أصغر مني بكثير وأضل لياقة مني ولكنني لازلت محرج لأنني لم أتمكن من التصدي له لأنني كما ذكرت لك عندما كنت رجل شاب كنت ملاكم وأنا كنت أركز على حماية نفسي ولذلك أنفي وعيوني بشكل عام لم يتعرضوا لأذى ولكن إصابات الرأس إصابات شديدة والإصابات أيضا لدلوعي ولظهري أيضا إصابات شديدة ولذلك أجد صعوبة في المشي والسير وعندما أجلس الوضع على ما يرام ولكن عندما أريد الصعود أحتاج المساعدة لأجلس مجددا لا أستطيع أيضا ضربت الحذائي ولا أستطيع الذهاب إلى الحمام لا أستطيع أيضا أن أكون بالأستحمام بنفسي ولذلك أنا ممتن لجميع الأصدقاء الذين دعموني هنا في لندن وأيضا في جميع نحاء العالم في بيروت هناك حدث خاص يوم غد في دار الندوة حيث زملائي من حركة الحركة الوطنية العربية سيعقدون اجتماع خاص من أجل التعبير عن اندمامهم معي في هذا الوضع الصعب وأنا ممتن جدا لهم لهذه المبادرة وأتمنى أن يسير هذا الحدث على ما يرام على أي حال اليوم المهاجب الذي هاجمني كان في المحكمة ورفضت الكفالة له وأيضا سيختار لمحاكمة في محكمة أكبر أو أعلى سلطة خلال نحو أسبوعين لذا سيبقى في السجن حتى ذلك الحين وبعد ذلك سيواجه عقوبة شديدة أعتقد وقد اعترف اليوم أنه قام به مهاجمتي ولكنه سيحاول تبرير ما قام به بناء الأمس السياسية قبل أن أنا أشكرك لأنك تقريبا سهلت علي الكثير من الأسئلة لأننا كنا بالفعل بحاجة لأن نعرف ما الذي حدث معك كيف هي صحتك الآن نحمد الله أنك بخير وتتحدث معنا على رغم كل هذه الردود التي تعرضت لها وأيضا الصعوبات التي تحدثت عنها نأمل أن تصبح صحتك بخير في وقت قريب في الواقع أنت تعرضت لهذا الاعتداء لأنك تملك كلمة وهذه الكلمة كما نقول دائما في الميدين هي كلمة حرة سنشاهد مقاطع من هذه الكلمات الحرة التي ترددها على المشاهدين مرتين في الشهر كل نهار اثنين ما هي كيف يقدم جورج جالوي كلمة حرة على الميدين ماذا يقول وما الذي يزعج الآخرين في كلامي سنشاهد سنشاهد في بيروت ما هو أن يعتقد ما هو ما هو يفعله محرم يبدو أن نجد أن تكون محرم كل محرم يكون محرم كل محرم يكون محرم أ past gravré. shoot you, nobody bought them, nobody could ever buy them. Nobody can ever censor them. We believe here that every word has the right to be free. I speak freely as will my studio audience this evening here in MLishes. the mountain top citadel of the Lebanese resistance. I speak to you surrounded by the memorabilia of the great victories of the Lebanese resistance. ترجمة نانسي قنقر 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 والذين يدعمون بشكل مطلق اضطهاد الدولة الصهيونية لشعب الفلسطيني يكره الإسلام بشدة بالتأكيد ويوصف الإسلام على حسابه على تويتر بالوحش الذي يجب أن يقتل أينما تواجد وأيضا هو يؤمن أن أتباع الدين الطائفة الرومان كاتليك هم أيضا من أنصار معاذات السامية وأيضا هم من أنصار المحرقة يتهم هؤلاء بأنهم مسؤولين إلى حد ما عن المحرقة ومزرة النازيين بحق ملايين اليهود وملايين من الشعوب الأخرى أيضا ولذلك السبب هذا شخص متطرف جدا خلفيته أيضا غريبة على أقل تقدير قد عمل سابقا للحزب المحافظ الحزب الحاكم هنا وأبعي عمل أيضا للبي بي سي كمدير وأيضا عمل كموظف في المجتمع المدني والآن هو موظف دوام كامل في قطاع الاجتماعي يعمل مع صديق وعندما ألقي القبض عليه اتهم بالاعتداء عليه وكذلك بالاعتداء على شخص آخر حاول أن يساعدني واتهم أيضا بامتلاك المخدرات أو بحمل المخدرات لذلك الآن سيواجه المحكمة الأعلى وقاضي قد حول هذه المسألة إلى هذه المحكمة وستجدين أيضا بعض المفاجآت أنا ذاك أيضا ربما سنعرف بعض المفاجآت التي لا نستطيع أن نتحدث عنها بشكل عالني الآن لأن هذا ربما سيعطي له مفر وأنا أريد له أن يذهب إلى السجن لوقت طويل عائلتي لن تشعر بأمان إذا لم يكن هو بالسجن وبالواقع بالتأكيد لو كان مسلم ولو هاجم شخص مؤيد أو نائب مؤيد لإسرائيل لكان أيضا لكان اتهم منذ الآن باتهامات إرهابية ولما كان رأى ضوء النهار لعدة تعوام هذا ما سأسأل عنه نحن لم نسمع أي إدانة لما حصل معك من أي مسؤول بريطاني من حتى يعني رئيس مجلس العموم مثلا رئيس الوزراء أو حتى على المستويات الأخرى لم يتحدث أحد عن أن هذه الحادثة مدانة أنا أريد أن أسألك هل تلقيت اتصال هاتفي على الأقل من أحدهم من أي مسؤول من الحكومة البريطانية تعلن تضامنها بشكل أو بآخر معك ولماذا هذا الصمت الرسمي حسنا لا لم أتلقى أي اتصال وهذا موضي اهتمام بالصحف بعد ظهر هذا اليوم هناك أحد الزملاء من المحافظين شخصية مهمة بيتر أوبورن وهو يعمل لجريدة محافظة الديلي تيليغراف قد طرح نفس هذا السؤال بعد ظهر اليوم قال أن عفوا سيد جالوي قال أن لو الاعتداء أتى تسمعني قال لو أن الاعتداء أتى يعني من فلسطين على إسرائيل أو على أحد مؤيد لإسرائيل لكانت حدثت ربما يعني دجة وطنية وقد حكم فورا حسنا هذا الرجل نعم سيدان وقد اعترف اليوم في المحكمة أنه قام بالاعتداء عليه نعم سيدان ولكنك محق والسيد أوبورن أيضا محق هذا شيء بالنسبة للمسلمين في بريطانيا وبالنسبة لآخرين لم تفوتهم هذه النقطة لو حصل ذلك مع فلسطيني لو كان مسلم قام بمهاجبة نائب مؤيد لإسرائيل أو حتى لو كان نائب يهودي مؤيد لإسرائيل حينها لكانت انقلبت الأمور رأسا على عقب في بريطانيا لكانت فرضت أو قدمت قوانين جديدة لكان الموضوع الأول على الشاشات البريطانية والتلفزيون البريطاني لكن المسألة ليست كذلك المسألة ليست وبهذه الأهمية أنا اليوم أجريت ثلاث مقابلات تلفزيونية أحداها مع التلفزيون الإيراني وأيضا مقابل أخرى مع التلفزيون الروسي وبحط أخرى أيضا مع الميادين مقابل مع الميادين ولكنني لم أجري أي مقابلة مقابلة مع بري بي سي أو مع سكاي نيوز نحن نكتشف الآن أن هذا الرجل الذي هاجمني كان مديرا للبي بي سي وأيضا أنه عمل سابقا مع حزب المحافظين وربما هذا سبب وجود الأحراج عند هذه الأطراف لا أعرف ولكن كما يشير السيد أوبورن إذا كانت هذه الفكرة فكرة مهاجمة النواب لو استمرت هذه الأمور ولو أصبحت هذه الاعتداءات أمر مألوف حينها بريطانيا كدولة ديمقراطية لن تعود موجودة كدولة ديمقراطية بريطانيا دائما تتحدث بفخر عن حرية التعبير كما أنها تحبث حرية التعبير والديمقراطية وحق بالقانون وكما أنها تدين وتعارض العنف السياسي والإرهاب إلى آخره ولكن هنا هذا ما حصل لنائب هو نائب منذ 27 عام انتخب ستة مرات وهو ستين يبلغ من العمر ستين عام أنا بالواقع عمري ستين عام ولذلك هذه جريمة حقيقية بالطبع كما يقول السيد أوبون ليس ضدي فقط ولكن بحق الديمقراطية بنفسها هي جريمة ضد البرلمان هي جريمة بحق الحرية الحرية التي دفع عنها آباؤنا المؤسسون وحدهم ضد الهتل وضد الفاشية ولذلك نعم انه تطور خطير ومن غريب واقعا انني لم اتلقى اتصال من اي سياسي لم يتحدث اي سياسي باي كلمة عن الموضوع سيد جالوي ربما هذا الرجل يعني تعرض اليك لانك مؤيد القضية الفلسطينية ولكن انت قمت بخطوة مهمة جدا في الاوين الاخيرة تمثلت باعلان المنطقة التي تمثلها في مجلس العموم برادفورد خالية من اسرائيل وهذه خطوة ملفتة مهمة وتحصل للمرة الاولى سنشاهد كيف اعلنت هذا الامر في هذا الفيديو ونعود لنناقش ونسألك عن اهمية هذه الخطوة ولماذا اتخذتها خلال عدوان على غز اسرائيل اسرائيل برادفورد برادفورد كيف بدأت هذه الفكرة جورج جالوي لديك هل انت انضميت هي في اطار حملات المقاطعة التي تجرى على اسرائيل ام لان عدوان غزة شعرتم بانه يجب عليكم ان تقوموا بعمل معين ومن في برادفورد يؤيدك الناس الذين انتخبوا جورج جالوي وضعوا اسمك في صندوق الاقتراع كلهم يؤيدون هذه الخطوة التي انت في صددها نعم بشكل كبير السكان برادفورد يرفضون بالمطلق هذه الدولة دولة التمييز العنصري دولة اسرائيل وهذه ليست فكرة جديدة كل ما قلته هناك كل هذه النقاط كل هذا يحدث بالاستثناء النقطة الأخيرة هناك مقاطعة مقاطعة واسعة للبضاعة الاسرائيلية حول بريطانيا وحول العالم وبضاعة أساسية ومحلات أساسية مؤسسات مثل تسكو على سبيل المثال وغارني هير وأيضا هذه الأدوات التجميل هناك مقاطعة لكل هذه البضاعة من قبل الماليين في بريطانيا وعشرات الماليين حول العالم لذلك هناك مقاطعة حصلت للبضائع وهيضا هناك مقاطعة للأكديمية وهناك مؤسسة مؤسسة الأسادثة الجامعيين في بريطانيا وهي مؤسسة محترمة كما تتخيلين اتحاد لكل الأسادثة لأفضل جامعات بريطانيا لديهم سياسة المقاطعة الأكديمية منذ نحو عشرة أعوام إذن لا جديد بهذا الموضوع وبالواقع منذ الثمانينات المناطق في إنجلترا كانت تعتبر نفسها مناطق خالية من الأسلحة النووية هذه كانت إشارات رمزية لأن منطقة صغيرة من البلد التي هي النووية لا تستطيع أن تكون خالية من الأسلحة النووية ولكن تستطيع أن تعلن نفسها بشكل رمزي بأنها خالية من الأسلحة النووية والعديد من المناطق قامت بذلك مناطق كانت يقودها الشخصيات أصبحت وزراء بحكومة توني بلير حكومة التي كانت تحبذ الحرب لذا هذه الرموز لا نرى تنفيذ لهذه الوعود وهذه قطوات رمزية دائما ولكن بهذه المدن في بريطانيا ربما لمدينة بردفورد أعلى نسبة من الناس الذين يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني في معاناته أكثر من أي منطق أخرى من بريطانيا على أي حال أنا لدي تفويد ترشحته للانتخابات كأحد أبرز المناصرين في العالم الغربي للقضية الفلسطينية وهذا ليس مفاجئ لأحد أنا أكافح من أجل هذه القضية لأربعين عام ولذلك لدي تفويد ربما تتذكرين عندما ذهبت وحتى عندما قبل عدد أي صوت قبل فرز أي صوت عندما عرفت أنني فست بالانتخابات قد بعثوا رسالة على موقع تويتر أننا حققنا انتصار كبير في غرب بريطفورد عاشت العراق عاشت فلسطين وعاشت فلسطين حرة عربية ليس هناك أي شك من قبل أحد إزاء موقفي بهذا الموضوع خاصة هذا الشخص الذي هاجبني يوم الجمعة سيد جروي لا أدري كم الوقت أملك قبل أن نذهب إلى مجز للأخبار تبقى لدي دقيقة واحدة أريد أن أسرد إليك بعض الردود الفعل من الجهة المقابلة هناك من شبه من قمت به بريطفورد بأنه يشبه موقف هتلر من اليهود وأيضا هناك من سخر من هذه الخطوة وقال أن الإسرائيليين أساسا لا يفكرون أن يقوموا بسياحة في بريطفورد كيف ترد على هذه الاتهامات حسنا لا علاقة للسهيونية باليهودية أغلب الصهاينة ليسوا يهود والعديد من اليهود ليسوا صهاينة والعديد من اليهود هم إلى جانبنا بهذا النزاع أو هذا الكفاح ضد السهيونية والتمييز العنصري إذن المسألة لا تتعلق باليهودية الصهيونية أيديولوجية سياسية هي أيضا لا تؤمن بدين وهذه ليست مسألة بهمة ولكنها ليست أيديولوجية دينية لذا ما قلته خلال أربعين عام خلال هذه الفترة أي شيء قلته لم يكن ضد اليهود هتلر الذي اتكب مجازر ضد اليهود لا علاقة له بنا نحن الذين قاتلنا هتلر ولفترة ما وقفنا لوحدنا ضد هتلر جنودنا هم الذين ساهموا بتحرير معسكرات الموت التي أنشأها هتلر لذا كلا هذه اتهامات مزيفة اتهامات يستخدمها الصهيونية من أجل اسكات الناس ولكن أعتقد أنهم أدركوا منذ فترة طويلة أن الله فقط يستطيع اسكاتي سيد جلوي ستتحدث كثيرا ليس الوقت أبدا لننهي معك هذا الحديث ولكن سنتوقف قليلا مع فاصل إعلاني من بعده سنعود هناك موجز أخبار ومن بعد الموجز نتابع هذه الحلقة مهم جدا أن نتحدث أيضا في موضوع برادفورد معك عن التحقيق أو الاستجواب الذي حصل في الشرطة البريطانية وأيضا سنتحدث عن عدوان غزة ومرحلة ما بعد هذا العدوان نريد أن نعرف موقفك السياسي مما حدث في الواقع بعد الفاصل مشاهدين أبقوا معنا اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا